في بداية الأسبوع والأيام الحافلة الكتير بأحداث والأسابيع دي تحديدا يمكن نقول أنه العالم كله يتشابه كثيرا في المواضيع النهاردة اليوم في بداية أسبوع طويل في مصر لكن الحدث الأهم والأكبر والسؤال اللي هيشغل بالنا واللي بيشغل بال كل الناس واللي هتلاقيه بيتقال على لسان كل الناس أحيانا بشكل واقعي وموضوعي جدا وأحيانا بيتقال بشكل بيوجه قلبك بصراحة يعني أنه لما بتسمع عن تحديات أصحاب الأعمال أي حد في الشغل دلوقتي عنده تحدي حقيقي ويقول لك أنا ارتفاع أسعار الخامات الظروف السوق في حالة صعبة جدا عندي سؤال كل يوم أكمل في الشغلي ولا لأ دي أسئلة الناس العادية اللي بتشتغل في أعمال متوسطة أو كبيرة أحيانا على مستوى الدول الموضوع كمان ينفع نقول أنه قائم وقائم بشكل أكبر وأوضح جدا أنه على مستوى الدول الدول عندها تحديات أكبر بكتير من أنك تتكلم عن نمو أو مشروعات كبرى أو أنك تتكلم عن أحلام وطموحات كل الدول عندها أحلام وتوقعات وخطط طويلة المدى لكن الدول حتى على مستوى الدول عندها تحديات في الغذاء والاحتياجات الأساسية والطاقة دي التفاصيل الحقيقية اللي ينفع نقول أنه الخبر اللي موجود في مصر زي اللي موجود في أوروبا زي اللي موجود في شرق أسيا زي اللي موجود في الأمريكتين ده الخبر العام المشترك اللي بنشترك فيه جميع عشان كده النهاردة هيكون عندنا فقرة مهمة جدا مئة يوم على الحرب الأوكرانية وزي المئة يوم دول كانوا السبب وكانوا المحرك الرئيس لأزمة كبيرة بيمر بيها العالم هنخرج منها وزي ما اتفقنا ودايما بنقول كده هنخرج زي ما خرجنا من قبلها لكن آلية الخروج واستعدادات الدول مصر عملت إيه ابتدينا إزاي وتحركنا إزاي ده هيكون وجهة نظر لازم تطرح النهاردة ولازم نفهم ولازم نتكلم بالمناسبة حتى عن الأخبار الوحشة أنك تعرف الخبر الوحش بدري فتقدر تستعد ليه أفضل كتير جدا من أنك تفضل بتتفاجئ أو عندك أسئلة بلا إجابات ترجمة نانسي قنقر